قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت إنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إذن غير من باب أولى بطلان الهداية أي هداية؟ هداية التوفيق يعني الدخول وسلوك الطريق إذن الهداية التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد بالشرطة ليكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أما الهداء التي لا ملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت أحببت هدايته أو أحببت محبة طبيعية أو أحببت قبل أنهي عن محبة الكفار ولكن الله يهدي من يشاء